إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب أنا مش كافر أنا مش موحر وتمهل الجميع ثمانية وأربعين ساعة فضيلة المرشد أعلن النفير العام لكل الإقوان تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت كل اللي عندك من حال بس ده مش حال ده كده يبقى طمع لا تكافش، ده مش محتاجك سلاح لعنى احنا قسمنا كل حاجة في القصر ده عشان أخرص من خلقتك انت وعيانك يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما نشوف مين فينا اللي هتزحب إذا الشك ده خلف قلب الراجل يبع اللي علاقة متاب أنا هفضل في نظرهم ست بتكون جوزة إنهار اللي بتتكلم عنها دي لو سبناها هتسرح لحد ما تحرق في عيالنا وفي بيوتنا وفي بلدنا كمان الشغلانة دي متزاني الفرصة أن أعرف مصر من جوة بتفاصيلها انت عايز ترخوا جواعهم في داعش واتحر واحد من رجالتنا في ساعتين ونص لا يشخف جرم انت وراحيو حاجيبك لو كنت فين انت وقوة تكويسة؟ انزلت الوقت من العنبر الثاني وراما فيش من عدم يلمع حنوم يا كبير أخذ بات أبوك انت مين يعني وكلهم يعد يا كبير مرموحة كل ما بتفرج على الدراما بتحس ان انت عايز تفضل تتابع معايا في الستوديو الناقد الفني والسيس طرق الشنوي اللي طبعا هيكون فيه مبيني ومبينه سوالات وجوالات في الأعمال الفنية ويمكن احنا بعد مرور النهاردة اليوم 19 هنتكلم عن حاجات كتير جدا في دراما رمضان اللي حضراتكم بتتابعوها كل يوم برحب بيك ومساء الخير ومساء الفل ومساء طيبين كده احنا تقريبا خلاص بنتكلم على العشرة الأواخر العشرة الأواخر والنهاردة الحلقة 19 في كل الأعمال فأنا عايزة الأول نتكلم عن احنا أمام موضوعات كثيرة جدا الدراما بشكل عام السندي الحقيقة مميزة والناس اعتقد مش عارفة تتفرج على ايه ولا ايه وده شيء كويس ان الناس تختار يبقى عندها فرصة الاختيار انا عايزة ابدأ اللي يمكن ختمنا بالمشهد اللي كنا بنسوخه بتاع الكبير والكبير عامل ضجة زي ما الأعمال الكوميديا السندي منورة على شاشة رمضان ده صحيح احنا اتحرمنا الحقيقة في السنوات الأخيرة من معنى الكوميديا بالنسبة كبيرة جدا كنا بنشوف تهريج والتهريج بالمناسبة حتى التهريج له قواعد يعني فيه تهريج معقول وتهريج ده متقيل والتهريج ده متقيل ده اللي فات كان تهريج ده متقيل حتى اخشيش ان المصريين دمهم خفيف اه فلما انهرج بشكل بايخ يعني انت الشعب المصري ده شعب دمه خفيف صح فانت لما تيجي تعمل كوميديا خد بالك ان انا وانا بتفرج عليك انا شخص كمان دمي خفيف زيك حتى على التهريج ما كانوش نكحين الحقيقة فكان خلو يعني بدأت الدنيا تحسي انه طب فين قوة مصر في كبار النجوم كوميديا اللي احنا عشنا عليهم مفيش السنة دي بقى الحقيقة الاعمال الكوميديا كتيرة ومبهجة ومفرحة وجاذبة طيب خليني انا هاخد بالتلات حاجات مبهجة مين ينطبق عليه مبهج المبهج هو الحقيقة مبهج وجاذب في نفس الوقت هايبقى الكبير اولا ايه ايه عناصر البهجة اللي موجودة في الكبير السنة بوسي عودته اولا انا بقول عودته يعني عودته بعد السنة دي في اول حاجة السنة اللي فاتت كان عامل دور عبقري في الاختيار وكان هنا الممثل ابو دم خفيف يعني كمان صحيح الممثل دور زابط وكده لكن كان مديله قمسحة كده تشبه ميكي المره دي بقى الكبير اول قمته في ايه اولا ان احنا الكوميديا اكتر حاجة تعرفي ان ده عمل كوميدي ناجح من الاقاع اول ما تحسي الاقاع عملك مشكلة في التلقي يبقى واقع اقاعه لاهس متدفق كل كل حلقة فيها اكتر من ايتم بيلعبه عليه ايتم كوميدي البطل برغم انه هو بيعمل ثلاث شخصيات احمد ميكي لكن هو على استعداد انه مثلا رحمة احمد تبقى هي البطلة وهي اللي دي يفل بيها الافيه بتاع المشهد فيه خيال فيه خيال فيه خيال وفيه مخطبة كمان حديثة يعني حتى زي ما انت شايف المشاهد على الشاشة دي لكل الالعاب العالمية اللي الشباب بيلعبوها وعشان كده عامل تأثير جدا مع الشباب لانه حاسين بالحداثة انه بيكلم على اخر لحظة بالزبط يعني اخر حاجة النهاردة مثلا كان بيتكلم على موضوع السوشيال ميديا اه انا عارفة بيقولوني مش العاب بس هي انا عارفة تأريد المسلسل بس عشان هو جواه كده حركات والعاب فالشباب مبسطين بيه جدا يعني وهو بيغني وبيرقص وده من كل حاجة ومجهود كبير على بيه احمد الجندي كمان ما نقضيش هننكر المخرج مخرج طبع عامل شغل هايل لانه موظف كل ده لانك انت مش مجرد حوار كوميدي بيدحك لأ لازم الشاشة بتفاصيلها بالإضاءة تبقى مبهجة اه بالحركة كل ده تسكين الممثلين رحمة احمد نجمة كبير يعني اه يعني عملت برضو شدت انتباه الناس هتبقى احد نجوم رمضان في المطلق كمان يعني ايه النجوم اللي ممكن نشوفهم في رمضان لأول مرة طبعا رحمة يمكن عملت حاجات قبل كده لكن اول مرة تعلم مع الناس كانت المرة دي لانها عملت حاجة مهمة قوي هي طبعا دونيا سامير غانم من اهم الممثلات والنجمات عندنا طبعا لما بتدخل حد مكان حد بيبقى في مقارنة هم لغوا المقارنة يعني هي مش دخلة في مقارنة لأ طبعا هي بتلعب في تراك تاني تلعب في تراك تاني فده اللي نجح أدقها يعني حيجي سريعا بعد ترتيب الكبير رتب لي سريعا قبل ما طلع فاصل نرتب ايه؟ رتب لي الكوميديا الكوميديا فيه عندك دايما عامر دايما عامر اه صفحة شعبان داخل في الكوميديا اه لأنها كمان لها وجهة نظر بتتكلم على التنمر لداخل المدرسة فبتقول فعلا رسائل كل شوية ورسائل بدون مباشرة فده جزء مهم جدا في الكوميديا عندك أيضا يسرى لا يسرى عاملة كوميديا بجد وجديد على يسرى وحلو وكمان معها شايماء السيف ومعها انتصار ومعها غدا عادل حقيقة المجموعة مختارة جدا بعناي يعني اعتقد كمان وعمر عرفها وعمر عرفها عامل شغول هالأخي اللي كاتبها النص كاتبا كويس قوي يسرى يعني يسرى عشانها ممثلة هي اللي جواها الرغبة انها كمان تتجدد تتجدد ازاي انها 180 درجة فالشخصية لانها الكوميديا دي على تراك ممكن تبقى تزود سنة بتاعت لا هي ممثلة هي بتمثل اعتقد هل أنا قدر اقول كمان على عمل يسرى واحنا شايفينه على الشاشة برضو ينطبق عليه فكرة البهجة صح وهالأخليل دايما بتحب البهجة يعني أنا ما بنساش أبدا أعمال هالأخليل وأحلى الأوقات أعمالها فيها مسحة بهجة هي المرة دي كاتبة بس ورغم ذلك يعني الحضور الكاتب ممكن نحسه لا محسوس الديكور حتى ألوانه مبهجة تصوير التتر بتاع عامرة عرفة لمنطقة الزمالك يعني تحس كده الله إيه ده المباني الحلوة اللي موجودة في مصر يعني مثلا لما كانوا رحين مزاد طبعا أنا مبسوطة عشان دي منطقة بتاعتي اللي أنا عايشة فيه في نادي الجزيرة يعني فيه حاجات حلوة كده هو كمان بيعمل مفردات عمر مثلا رحين مزاد فتلاقي كل واحدة لبسة بروكا لون واحدة زق أزرق واحدة أحمر واحدة بني يعني والنضارة مش عارف ايه يعني حتى بيحاول هو يضيف قبل ما اطلع بريك أكرم حسني أكرم يجي بعد كده يجي بعد كده مكتوب بوسي مكتوب علي فكرة حلوة بس هو قيد نفسه من الأول بمفردة مكتوب علي فعشان كده ممكن حلقة تعلى وحلقة تنزل يعني هي دي مشكلة القيد المبدعي تبقى ستو أنا بقى هي اللي عاملة هيسة على السوشيال ميلي طيب خلينا نروح زي ما حضراتكم متبعين هتابع مع حضراتكم أيضا هنكمل كلامنا عن موضوعات رمضان عندنا الدراما الوطنية وعندنا كمان دراما الموضوعات الاجتماعية المهمة السندي اللي بتقفز الحقيقة قفزات كثيرة جدا هنقف في الكلام كتير معاها خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الدراما ونشوف يا طرح هنقرب للحاجات اللي عجباكو واللي انتو شايفينها ولا الناقد الفني اساس طريق الشناوي هيبعد عنكو لأنه كمان جمهور المشاهدين وجمهور السوشيال ميديا أصبح بينافس النقاد أحيانا لأينا بعد قل رجعنا تاني للتساعة مع حضراتكم في ضيافة التساعة النقاد الفني طريق الشناوي وبناخد وندي في الدراما طيب نروح للدراما الوطنية الدراما الوطنية السندي كمان مميزة جدا يعني أولا عندنا دراما تاريخية وثائقية وبتعمل مفاجآت كل يوم وده الاختيار وعندنا كمان دراما مهمة جدا ملف داعش فاتكلمني عن الدراما الوطنية السندي أنا رأيي أن الاختيار وصل للذروة الجزء الثالث هو أعلى نقطة ممكن يصل إليها العمل الفني اللي هو ماشي على الطريقة الموسيقية كريشندو يتساعد يتساعد البناء من الأول من الجزء الأول ديكيو دراما فيه الجانب التوثيقي والجانب الدرامي المرة دي وفي الثاني زاد شوية الجانب الوثائقي في الثالث سيطر سيطرة الوثيقة لسبب حتمي أن أنت بتتعامل بوثيقة أن أنت داخل في مناطق حساسة جدا كل يوم على الأقل على الأقل فيه تسجيل لا يمكن أن يتطرق الشك إليه بيدينا صورة للوطن كنا رايحين فين طبعا كنا رايحين وإزاي وبوثيقة مش بخيال كاتب لا بوثيقة لا يحتمل الشك فإحنا كل يوم اللي بنشوفه ده بيدعم الإحساس الوطني اللي كان عنده المصريين أنه كان فيه كابوس وكان يجب التخلص منه المرة دي كلنا يعني يمكن الدولة كانت شايفة لأنهم عندهم الأجهزة كانت شايفة أنت كمواطن ما كنت شايف كنت حاسس أن فيه فساد فيه حاجة غلط فيه ظلام أنت عارف يا طريق وأنا بتفرج أنا قلت إيه يعني أحيانا وأنا بتفرج هنا بروح المشاهدة يعني زينا زي المشاهدين فأنت بتقول معقولة إحنا كنا عايشين بناكل ونشرب وننزل وكنا بننزل مظاهرات ضد الإخوان وكله بس أنت ما كنتش عارف كم الخطر الكبير على الوطن أنت عارف أن أنت عندك خطر وأن الدنيا مخنوقة والناس مخنوقة بس أنت ما كنتش شايف ده فلما بتشوف كمان التسريبات والأشياء الوثائقية بقى اللي بتقدم في الحلقات ترجع وراء وتقول لا أنا كان عندي دولة في الضل تحميني مصر كان فيها دولة ضل كبيرة لأ أنا كان الوطن بيتباع والشرف بيتباع والأرض بتتباع وبعدما متلاقي رئيس جمهورية بيجي خائرة الشاطر يملي عليه هو قاعد كده والتاني بيقوله ونعمل كذا كذا وده قاعد كذا يعني زي كيفة تحكم مش بس المرشد لأ خائرة الشاطر كان هو أهم شخصية بتحكم مصر وداخل على كل الأجهزة ده حتى يعني أكتر من الرئيس المعزول يعني أنت هو المسيطر على كل شيء هو كان بيديله إرشادات وقرارات وهو كان واضح أنه هو كان أكثرهم حنكة يعني هو اللي فهم داخل إزاي وحيعمل إيه فكان بيملي أردته على مرسي لما تلاقي أنه الأمن القومي ما كانش بيهمهم الإنسان المصري أنه يموت بس يا رب هما اللي يهمه هو النفوذ والسيطرة على الدولة والإخوان تنجح ويعمل جيش تاني مالوش علاقة بجيش بتاعنا ودولة تانية والشعب ده اللي عايش ده مش موجود هما عندهم قناعة أنه عندهم جزء فقط هو ده الشعب لكن فيه 99% 95% على الأقل مش دول طب دول يعملوا إيه كان عامل معهم إيه تتكلمني عن أداء الفنانين في الاختيار أولا عندنا نجوم صفة أول كلهم موجودين في الاختيار والحقيقة كلهم أجادوا أولا يعني فيه الجانب المصري وفيه الجانب الإخواني والجانب الإخواني ده صعب لأنه أكيد كل نجم يبقى مش عايز يعمل الدور بس علشان يروح للدور ده مهمين حيعمل أدوار الشر احنا محتاجين برضو نجوم لأدوار السر لا بالعكس تتكلمني على النجومية في الاختيار بالعكس الفنان اللي لازم يشوف الجوانب اللي تخليه تحمس يعني صبر يفواز تحمس لأداء دور محمد مرزي لازم حيلاقي فيه حاجة عنده تحرك الوهج الممثل عشان كده بيعلى أعتقد خالد الصاوي عارف يوصل خائرة الشاطر خالد الصاوي في خائرة الشاطر هنا يعني قمة القمة لأنه خائرة له تسجيلات كتيره هو شافه وسمعه لكن في الآخر أضاف حاجة تجعلك تقولي أنه خالد الصاوي هو خائرة الشاطر مش حتى المشاهد اللي شفناها وثائقية هي خائرة الشاطر ياسر جلال كان مفاجأة للمشاهدين كله ياسر أستاذ ياسر إزاي قدر يعني أولا صعوبة أنه يتقمس الروح صوت رئيس أداء الرئيس طريقة كلام الرئيس وكمان أن أنا يعني أقولها لك بصراحة يعني أنا لو ممثل أنا أتطالع أنا كمان بمثل لدور مهم كده وزير الدفاع في حقبة صعبة جدا فاللي هو حاجة صعبة ياسر جلال الحقيقة ياسر لأنه ذاكي وعنده خبرة فهم أن التفاصيل الشكلية والحركية والأدائية دي يتقنها لكن ليست هي الموضوع لأنك بعد حلقتين ثلاثة خلاص لكن اللي عمله هو الروح الوجدان فأنت يعني شايفوا الوجدان حاسس بالوجدان ده اللي يدى للإبداع منطقة وكان مهم لأنه الحقيقة الأحداث في الحقبة دي في الكم شهر دول كمان كانوا مهمين جدا طبعا اللي هو شهور الخلاص زي ما بنقول وكل لحظة كل لحظة فيها إحساس ما فيها منطق ما بس أنا تقول لك حاجة كمان استوقفتني الحقيقة لغة الخطاب اللي هي بين مثلا وزير الدفاع وبين الرئيس الجمهورية دايما تحسي أنه كان الخطاب فيه احترام وده وده ضبط وربط العسكري يعني أنت ما بتكسرش أي حاجة كده عنده شايفين وعارفين أنه في مشاكل كتيرة عاملها لكن تلاقي كان فيه جزء تاني المهم أنه لم يقدم الرئيس الأسبق بشكل ساخر وده كان مهم لأنه ممكن في رؤية ما نحن كلنا بنشوفوا إيه طبعا لأنه أنت أمام عمل جاد كمان صحيح أنت بتكلم عن التاريخ والتوثيخ فأنت أمام عمل جاد وكان فيه في التقافة الشعبية أنه درجة يعني هننكت عليه لا هم أقدموه كما هو هم أقدموه كما هو بشكل جاد في وسط الرسالة تماما طيب السادة الدباط بتاعنا نجومنا الدباط كريمة عبدالعزيز وأحمد عز والسق البوطسي التلاتة مش تم تلسعنا بيهم قد يكون ممكن يبقى التفكير في النجومية لكن بعد كده النجومية بتسقط بيبقى الأداء فهم عمليتها ثلاثة أدوار هيلة طبعا كريم وعز والسق يعني ده الروح الوطنية غلب عليهم طبعا طيب رأيك إيه في العائدون يعني أمير كرارة وأمينة خليل وأعتقد أنه كيميا حلوة قوي بين أمير كرارة وأمينة خليل كمان أنا شخصيا أنا كشفكي سعيدة كمان في العائدون بشيء يعني سعيدة بأن أنا أشوف بنت على هذا القدر من العلم والتعليم وأن هي تبقى كمان محركة للأحداث في جهاز للمخابرات يعني ده شيء يوسعيدني أنا طبعا إحنا عدنا اتنين نجوم أمير يعني هو نجم الخمس ست سنوات الأخيرة حق القفزات ونجم جماهيري أمينة أنا بشوفها هي النموذج للبطلة النجمة في مصر يعني سنتين كده تبقى هي رقم واحد عندها كل المقاومة دي الجمع بينهم كان زكاء من أحمد نادر جلال المخرج وأحمد في أفلام الحركة يعني رصيده فيه متعلق بالحركة في أفلام الأكشن رائع العمل الفني ضارب على كل المستويات وبعدين فيه جرأة في التناول وفي المشاهد طيب أنا عشان سريعا جدا خلاص الوقت الدراما الاجتماعية عندي فاتن أمل حربي ما زالت تريده حلا وبتفكرني جدا بفيلم أريده حلا أريده حلا وهل هتنجح فعلا بأنها يعني تلفت الانتباه لتعديل في قانون الأحوال الشخصية مؤكد مؤكد وكل اللي بنشوفه ده من ضربات بيأخدها المسلسل من عدة جهات ومحامد يمكن معدي كده رفع دعوة كل ده بنشوفه ولكن بيؤكد على أن في النهاية حتى لو ضراميا انتهت أنها الدعوة زي ما فات الحمامة في أريده حلا النهاية كانت إيه أنها رفضت الدعوة حتى لو خسرت أمام الخضاء لكنها أمام محكمة الشعب كذبت أنها هتحرك شيء مؤكد جزيرة غمام سريعا أيقونة رمضان عبد الرحيم كمال وحسين المنباوي وإسلام عبد السميع والعمى الموسيقى السموم مؤنس هو الحقيق عايز حديث لوحده وعلي الحجار في المقدمة ده عايز نور نتكلم عليه في العيد ده صحيح هل نجح محمد رمضان هذا العام؟ لا كان عنده مشاكل كان عنده مشاكل مشاكل بينه كنجم وبين مخرج عبقري زي يسين ما قدروش الاتنين ما قدروش يوصلوا مرحلة متوسطة ففي حاجة على شاشة قصر مين نجمة رمضان؟ من طارق الشناوي يقول هذه هي نجمة رمضان بالنسبة لي؟ نلي نلي وأمينة خليل نلي وأمينة خليل مين نجم رمضان؟ أو عشان الرجال عاملين أكتر من دور رجالة كتير حقيقة بس مش طلع على الاختيار بقى طارق وعندك طلع على الاختيار بقى طارق وإحمد أمين طارق وإحمد أمين وشريف سلامة شريف سلامة طبعا كان مبهج جدا رحمة أحمد الكبير آه كذبت وطارق مش طارق قصدي نور خالد النبوي من المخرج اللي فاجئنا؟ هي المفاجأة كانت عكسية أنا كنت مستني مفاجأة إيجابية آه فجأة عكسية أنا في امتهى نحتاجة نتكلم عليها بعدين إنما المفاجأة كان أحمد الجندي في ميكي في الكبير قوي مفاجأة لأنه هو اشتغل كمخرج بجد عمل كوميدي هل تشوفت مصر جميلة في نوم رمضان؟ وعندك سلم نباوي ما قدرش هل تشوفت مصر جميلة في دراما هذا العام؟ آه شفتها جميلة آه أنا شفت مصر عنوان دراما 22-22 تختم إيه؟ تقول إيه؟ إيه العنوان اللي أختم به؟ عودة الجمال عودة الجمال عودة الجمال الناقد الفني طريق السناوي إحنا لسه محتاجين حديث كتير تكون معانا بإذن الله في التساعة بشكرك شكرا جلزيلا كل سنة وإنت طيب وسعيدة بإن إحنا بنتكلم على موضوعات مش ملحقين نقول إيه حلو معلش الجمال الجميل كتير الجميل أنا حاخد من الكلمة اللي قالها النقد الفني طريق السناوي عودة الجمال بموضوعات اجتماعية مبهرة وموضوعات أيضا وطنية وكومودية وهو ده الفن النعم وهي دي رسالة الفن المصري حنتوقف الآن غدا لنا لقاء في التساعة وأشكركم وأترككم مع باقي مسلسلات رمضان على شاشة الأولى أما أنا فمني ونتا ساعة تصبح على ألف خير اشتركوا في القناة